موسيقى سافر جمهور العاصمة أحضر الإقاعات السينفونية لكل من جنوب إفريقيا واليابان وسوريا وتونس في اليوم الثاني من المهرجان العالمي للموسيقى السينفونية لأن تونس تقريب في كل تظاهرات هذه التمعة الثامنة لهذا المهرجان وتونس دائما متواجدة ما فيه زيادة في اللحمة والمحبة والمودة بين الشعبين الشقيقين تميزت مشاركة جنوب إفريقيا بثلاثي الأوبرا ويجدر ذكر أن هذه الدورة الثامنة من المهرجان كرمت الفنان الراحلة ميريام معكيبة كالتفاتة شكر وعرفان من الشعب الجزائري الذي يقدر كل ما قدمته هذه الفنانة للقضية الجزائرية لقد احتفلنا أولا بمساهمة الجزائر في تحرير القارة الإفريقية من الاستعمار وفي هذا الصدد تكريم ميريام معكيبة أصبح ذو دلالة لأنه عندما كنا بعيدين عن البلد الأم كنا نواجه عدة تحديات ذهبت مكيبة إلى الجزائر واحتضنتها كبلدها الأصلي بمنحها الجنسية الجزائرية وهذا يدل على العلاقة الوثيقة التي ملؤها الصداقة والتضامن والالتزام لبناء القارة الإفريقية معا ليس لعلاقة اقتصادية فحسب بل لنعيش مع بعض في قارة ملؤها السلام واختتمت الصهرة بأداء الأوركسترا سيمفونية تونسية بقيادة المايسرو حافظ مقني